تأهلت منتخبات وغابت عن اليورو منتخبات أخرى وبين ثنايا البطولة كلها حلم تذكرة السفر نحو عاصمة الجن والملائكة هناك في باريس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعدما انتهت مباريات التصفيات وضع مستويين لكل المنتخبات التي لم تتأهل إلى اليورو مطلع العام القادم وجاءت منتخبات البوسنة وأوكرانيا والمجرث من المصنفين في المستوى الأول مع منتخب السويد بقيادة السلطان إبراهيم موفيج فيما جاءت منتخبات الدنمارك وجمهورية إيرلندا والنوروج وسلوفينيا في المستوى الثاني وذلك قبل قرعة الدور الفاصل والتي ستجرى الأحد المقبل في مقر الوفا بمدينة نيونس سويسرية تفاصيل القرعة وحسب البيع أن ستضع كل منتخب من المستوى الأول في مواجهة منتخب من المستوى الثاني حيث يلتقيان ذهابا وإيابا في الثاني عشر والسابع عشر من نوفمبر المقبل ليتأهل الفائز في مجموع المبارتين بكل مواجهة مباشرة إلى النهائية التي تستضيفها فرنسا مطلع العام المقبل بمشاركة أربع وعشرين منتخبا لأول مرة هكذا ستنطلق شرارة المنافسة نحو باريس ومن ملاعب القارة العجوز سينتفذ عشاق وجماهير كرة القدم كيف لا وحلم اليورو لن يتكرر سوى كل أربع سنوات ويورو 2016 بفرنسا خاص بطبعه